موسيقى تواصل رئاسة البعثة اليمنية إلى دورة الألعاب الأسيوية التاسع عاشرة التي تحتضنها مدينة هانكتشوة في الصين خلال الفترة 23 إلى الثامن من أكتوبر وضع آخر اللمسات لاستقبال وصول بعثة بلادنا الرياضية إلى القرية الأولمبية حيث عقدت رئاسة البعثة اجتماعا مع ممثل اللجنة المنظمة وتم خلالها مناقشة آخر ترتيبات وصول المنتخبات اليمنية المشاركة واستلام موقع البعثة اليمنية في القرية الأولمبية وتدشر لعبات كرة الطاولة مشاركة بلادنا في دورة الألعاب الأسيوية والتي تنطلق منافسة يوم الجمعة حيث تقام منافسة الفرق صباح وعصر الجمعة عاد النصر السعودي من طهران بانتصار ثمين على حساب بيروس بوليس الإيراني بهدفين دونراد لتصدر مجموعة الخامسة في دورة أبطال آسيا مستفيدا من تعادل الدحيل واستقلال دوشنبي وأقمت المواجهة دون حضور جماهيري لعقوبة يخضع لها النادي الإيراني رغم ألاف الجماهير التي كانت تمني النفس بمشاهدة النجم البرتغالي كورستانيو لوراندو بعد ليلة حافلة بالصخب والدموع والاستقبال الحافل حافظ فريق منشستر سيتي الإنجليزي على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا في 26 مبارا كما حقق فوزه التاسع عشر على التوالي على أرضه في جميع المسابقات وتعافى منشستر سيتي حمل اللقب من تأخره ليفوز 3-1 على ضيفه ريدستار بفضل ثنائية جوليان الفاريز في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم تابع برشلونة الأصباني عرضه الهجومية القوية فألحق بضيفه أنتورويبل بلجيكي خسارة قاسية قوامها خمسة أهداف من دون مقابل ضمن منافسة المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفرض المهاجم البرتغالي جو فيليكس نفسه نجم للنبارا بتسجيل هدفين وصناعة الهدف الثالث وكرر برشلونة بالتالي عرضه القوي عندما تغلب على بيتيس بخماسية في الدوري نهاية الأسبوع الماضي اشتركوا في القناة